الترم الاول انت اخدت وحدتين اتنين الوحدة الاولى كانت بعنوان اللي هو نادي اهل المدينة وهنا كلمة سيتادان جاي من سيتي اللي هي مدينة بالانجليزي لسون اين الدرس الاول كان بعنوان دكرير سون كارتية اي سافيل ازاي توصف الحي بتاعك والمدينة بتاعتك ودول اهم موضوعين في الدرس ده طيب اخذنا الدرس كان مقسم لاكتر من النقطة النقطة الاولى لكسيك دولا سيركولاسيون اللي هي مفردات وافعال حركة السير والمرور بعد كده لبريبوزيسيون دوليو وده نقطة اساسية ولازم فيها جملة في جميع الامتحانات حروف جر المكان الانتروجاسيون او وكان ازاي تسأل باو واينا وكان متى تمام طبعا كل اللي انا بقوله ده مشروح شرح تفصيلي يعني مالوش داع ان انا اعنيد شرح الكلام موجود وتعمل قبل كده دكرير سون كارتية ده الموضوع ازاي توصف الحي بتاعك وده موضوع مهم وموجود في كل الكتب وموجود في الفيديو كمان لو حابب ترجع تشوفه لسون ده كان بعنوان اندي كي اني تي نرار ازاي تحدد او تشرح لحد خط سير الى مكان معين هنتعلم في الدرس ده او خدنا في الدرس ده لليو دولا فيل الاماكن المشهورة في المدينة الاماكن دي والليز اكتيفتي والانشطة المرتبطة بيها يعني بتروح الستاد لي بتروح السوبر مارشيل لي بتروح الباتينوار لي الاكتيفتي بتاعت كل مكان في الويك اند انت هنا وتعمل اي ان شاء الله ازاي تتكلم عن جدولك الزمني صباحا بعد الظهرا بعد الظهر مساء كده يعني هتعمل ايه لازاي تكتيف نمورو اردينو لا صفات الاعلات الترتيبية ولا ما تيجي تقول الاول والثاني والثالث ومذاكر ومؤنس بعد كده صيغة الامر الامبراتيف اللي بتستخدم لتوجيه امر او نصيحة او نهي بعد كده والموضوع الرئيسي هنا ازاي تسأل حد عن كيفية الزهاب الى مكان معين وازاي توصف لحد خط السير اللي كي يذهب الى هذا المكان الدرس الثالث بعنوان الحديث عن المهن وده اساسي جدا خدنا فيه اسماء المهن والوظائف المهن زي ما انتو عارفين ليها مسكولان وليها في ميناء وازاي تحاول الكلمة من مذكر الى مؤنف لانشطة المهن كل مهنة او وظيفة وظيفته في المجتمع او بيعمل ايه المدرس بيشرح الطبيب بيعالج الصيدات اللي بيبيع الادوية كده يعني له فارب فار فار اساسي جدا كتصريفه وكاستخدامه فيه السؤال عن المهنة لما جا تسأل حد ما مهنتك او ما وظيفتك كاسك تويفي وكاسك فوفات بنستخدم فارب فار ونجي نجاوب بنقول الوظيفة طبعا هنا السؤال عن المهنة او الوظيفة استخدام فارب فار اسألك عن وظيفتك انت وظيفة باباك وظيفة خالك عمك اي حد تاني مفيش مشكلة في الوحدة التانية كانت بعنوان لوكلاب دي فوتوغراف نادي المصورين واللي صنع فيها كان بعنوان اذا تتكلم عن حالة الطقس وفصول السنة خدنا هنا عناصر الطبيعة كلمات كتير لها علاقة بالطبيعة من الجبال وبحيرات وانهار وزحراء ومطر او كده لكاتر سيزون دولاني فصول السنة الاربعة اسمائهم وحروف الجر المستخدم معهم وخدنا مهم جدا باداد ازاي تسأل عن حالة الجو اخبار التقسي ايه وازاي توصف حالة الجو باكتر من طريقة زي الفاب يجي بعدها صفة ويا يجي بعدها اسم كلام دا كله مشروح بالتفصيل في الدروس حاسب لك اللينكات بتاعتها او هي موجودة بالفعل في قوائم التشغيل تانية سنة والترم الاول الانتروجاسيون افك كال كال واشكالها وكال هي كاسك اداة الاستفهام ماذا هنا الكلام عن الانشطة اللي انت بتعملها اسناء الفصول الاربعة دا برضو كلمنا عليه بالتفصيل يعني في الصيف اكيد بتنطلق وبتلعب وبتست تنزل البحر والبسين في الشتاء بتكن وتقعد في البيت في الربيع الجو بيبقى جميل فبتروح تتفسح وتركب عجل وغيره كده الحديث عن الاماكن خدنا في الدرس دا قارات والدول وعواصم والسكان واللغات وقسمناها بشكل جميل جدا وعملتلكوا الشغل على جوجل ايرث وحاجة خدمة خمس نجوم حي لفمينادي زا ديكتيف ديناسيناليتي زي تأنيف صفات الجنسية صفات الجنسية مذكر ومؤنس لو بتوصف الراجل هيبقى مذكر لو بتوصف بنت او مؤنس هتبقى الصفة مؤنس بعد كده نقطة مهمة برضو عليها اسئلة كتير هي حروف الجارة المستخدمة امام القارات والدول والمدن دا منضيع يدير لبي زي تسأل حد وتجاوب عن الاسئلة عن البلد بلدك ايه الجنسية جنسيتك ايه اللغة لغتك ايه او ايه اللغة اللي انت بتعرف تتكلمها لسون تروى كان بعنوان دير دو ان فين ايه انونسي دي بخوجي ازاي تقول انت جاي منين فين هنا هتعلم فربي فينير وتعلن عن مشروعات درس مقسم لجزئين مهمين الجزء الاول هو فربي فينير فربي فينير يأتي ويأتي من من لو حرف الجارة دو بتغير على حسب بقى اللي جايب عديه مكان عام ولا جايب عديه مدينة او دولة ده برضو شرحه موجود بالتفصيل اللو بارك دات ركسيون حديقة الملاهي او مدينة الملاهي في حوالي خمس او ستة العاب مهمين نحفظهم عشان لها اكسبريسيون معينة فيتير براش بقى ده الجزء التاني من الدرس زي تعبر عن المستقبل القريب لهو تصريف فربي زائد اي فعل تاني في صيغة المصدر الموضوع الاساسي هنا تكلم عن مشروعاتك اثناء الاجازة بالنسبة للمواصفات الورقة الامتحانية للسنة دي اللي احنا فيها سنة 2019 18-2019 الامتحان مقسم عندك السؤال الاول بيكون عبارة عن وفقتين وثيقة الفهم الاولى عليها اربع جمل اختيار من متعدد هتختار الوثيقة التانية عليها اربع جمل صح او غلط تختار او تعمل صح او غلط بعد كده السؤال التاني بيكون عبارة عن مواقف سبع جمل بتختار بيديك ثلاث اختيارات على كل موقف تركز وتختار كويس السؤال اللي بعد كده القواعد برضو سبع جمل بتختار الاختيار المناسب بعد كده الايميل تحية بتكتب التحية وسؤالين بتجاوب على السؤالين بشكل جيد او بجملة كاملة وهنا بيديك موضوعين تختار منهم واحد ندخل بقى في الامتحانات والامتحان الاول ليبيان سو دكيمون اقرأ جيدا هذه الوثيقة بوي شوازي لبنغ جروب ثم اختار الاختيار المناسب سالو عمر سيدالية في نفس العمارة خبالك ان استخدمت مش مسلا بتشتغل في سيدالية لا ده هي عندها تمثلك سيدالية في نفس العمارة مون پير ات افوكا ابي يكون محامي يلوا اصن تفايل ان فواتير بيروح شغلوا ان فواتير بالسيارة مون بتي فرير اخويا الصغير ايم اتخد جورناليست يحبو ان يكون جورناليست صحفي موا امنا جسوات اتخي مدسا اتمنى كون طبيبة او دكتورة كار جادار سات بروفيشيون لاني اعشق هذه المهنة لويكيند في الويكيند انوا او كلوب انسامبل نذهب الى النادي انسامبل معا مومة ماريام بتروح الصيدلية من شاطر يخمنها طبعا هكون الاجابة لان الصيدلية بتاعتها في نفس العمارة اللي هي ساكنة فيها فاكيد مش هتاخد متر ولا اوتوبيس ولا سيارة الاسرة بتتكون من الاب والام والبنت واخوها الصغير مجابلش سيرة حد تاني يبقوا هما 4 person ماريام سوات اتر ماريام تتمنى ان تكون هي قالت جو سوات اتر ميدسا فين ميدسا ها هي ميدسا ماريام تذهب الى النادي بسول بمفردها افيك سيكوبين مع زميلتها افيك سافامي ايها مجابلش سيرت زميلتها خالص كل كلام هنا كان على العيلة وقالت نذهب الى النادي معا يبقى ايزا افيك سافامي مع عائلتها الوثيقة التانية نادا ان فيت سيكوبين ايونفيت دي جيزي افان دوزر نادا بتدعو صديقاتها على حفلة تنكرية افان دوزر الساعة 22 دي يعني الساعة 10 مساء ساتفات اي او كلوب هذه الحفلة تكون في النادي مونا اي دي جيزي اون ان فير ميار مونا متنكرة في زي ممرضة اي اميرا ان فيتيرينار واميرا في زي طبيبة بيطرية احمد لفرير دو مونا احمد هو اخو مونا نركز بقى في التفاصيل دي ام اتر بيلوت يحب ان يكون طيار اي رانيا ادور لا كويزين رانيا تعشق الكويزين المطبخ ال اي دي جيزي اون كويزينيار هي متنكرة في زي طبخة او شيفة يعني طاهية سالما لفوزين دو ندا اما بقى سالما لفوزين قارد ندا اي دي جيزي اون پمبيه متنكرة في زي رجل اطفاء توت لي كوبين دو ندا كل زميلات ندا سان دي جيزي يكونوا متنكرات صوف ما عدا علا ما عدا مين البنت اللي اسمها علا هي الوحدة اللي مش متنكرة علا دي تقرب لهم اي لا سير دو ندا هي اخت ندا لا فت دو ندا اي تالا ميزون حفلة ندا تكون في البيت صح ولا غلط الاجابة هتكون فو لانه قال او كلب علا ام لودجزمون علا تحب التنكر يترى مين علا قالك هنا كل زميلات هيكونوا متنكرة صوف علا معدا علا لا سير دو ندا طيب هنا علا بتحب التنكر الاجابة طبعا هتكون فو خطأ لان هي الوحدة اللي مش تنكرة لا فت كومانس الحفلة بدأت الساعة عشرة مساء فوق قالك الساعة 22 22 لما يجيب لك الرقم فوق الساعة 12 يعني الساعة واحدة بقت لا الساعة 13 و14 و15 تبدأ تشيل منهم 12 22 لما تشيل منهم 12 يتبقى 10 و 10 دي يعني 10 مساء وهنا 10 مساء ودي هتكون اجابة صحيحة اميرة ام لزنيما اميرة بتحب الحيوانات تعال كده نشوف اميرة عايزة تبقى ايه اميرة ان فيترينير اميرة متنكرة في زي ايه طبيبة بيطرية طالما طبيبة بيطرية بقى بتحب الحيوانات وهتبقى دي اجابة صحيحة السؤال الثاني في اي امتحان هيكون سؤال المواقف سبع مواقف هتختار هتختار على كل مواقف ايجابة صحيحة تي دماند انت تسأل اتان كوبان زميلك لليو تسأل عن مكان ساميزون بيته او منزله الدي هو هيقول انت سألته عن مكان بيته هو هيقول اين يقع بيتك لا بيتي يكون بين البسطة والمحطة بيتي يكون جديد طبعا سألته باين يبقى السؤال هيكون ما ميزون اي انتر لابوست اي لاغار بيتي بين كذا وكذا تان كوبان دي كري سان كارتير زميلك يصف سان كارتير الحي بتاعه هنا كلمة حي مذكر الدي هو هيقول من كارتير اي كارم اي مودرن حي يكون هادئ ومودرن هي دي الاجابة الصحيحة انا ساكن في حي هادئ ما قلتلوش انت ساكن فين كيف يكون حيك دا لو انت بتسأل السؤال كيف يكون حيك او توصف لحيك زميلك بيتكلم عن مهنة ابيه او اباه الدي هو هيقول اكيد بيقول الابي يعمل كذا هي دي الاجابة الصحيحة هنا بيقول ابي يذهب الى العمل ما ليش دعوة ما هي مهنة اباك دا لو بيسأل واحد مش على رجله يستعلم عن يسأل عن خط سير عشان يروح للمحطة انت هتقول له واحد سألك عن مكان المحطة انت هتقول له ايه هتقول له المحطة بعيدة ما لهاش دعوة هتقول له اين المحطة برضو لا بعدين لف شمال عند الاشارة التانية ودي الاجابة الصحيحة بتسأل زميلك عن امنيته الدي هو هيقول واحد هيتمنى هيقول لك اما اريدو ان اكون كذا او اتمنى ان اكون كذا مثلا اريدو ان اصبح طبيب دي الاجابة صحيحة ابي يكون محامي ملهج دعوة ماذا تريدو ان تكون السؤال بعد كذا بتسأل زميلك سندرس عنوان انت بتسأل انت هتقول السؤال سؤال عن ايه سؤال عن عنوان زميلك السؤال هيكون او ابي تسكن دي الاجابة الصحيحة تودى تستلوداجزمو انت بتكره التنكر تودى هتقول ايه سي ما باسيون هذا شغفي او حوايتي جادارسة انا اعشق ذلك لا احبه ابدا على الاطلاق التنكر هي دي الاجابة الصحيحة بعد كده بندخل في سبع جمل جرامير شوازي ياريت نركز شواز جدا عشان حاجات دي بيكون فيها حاجات سهلة وفيها حاجات فيها تريكس فان نصحصح شوية هذا الشارع ثم لف شمال او لف يمين طيب هنا الكلام مع مين طبعا هنا طالما ما فيش فاعل في الاول يبقى ده فعل امر يترى الامر ده متصرف مع تي ولا نو ولا فو هنا بيتكلم بالإزد يبقى هنا بيتكلم مع الفو يبقى هيقول له براني لو هياخد دي بران اللي فيها اس يبقى مع تي لكن دي كده كده ما ينفعش تستخدمها في امر سات يونفات انا هنا هذه تكون حفلة انا هنا هوصف كلمة حفلة حفلة مؤنس عز صفة مؤنس نورمال مذكر جنيال مذكر دي جي زي اخيرها او زيادة تبقى دي جي زي هي الكلمة المناسبة هنا او الصفة المناسبة حفلة تنكرية سي كون متى يكون نقط انيفرسير كلمة انيفرسير كلمة مذكر واولها في ويال ومفرد يبقى هتاخد تون طبعا سي كون تون انيفرسير متى يكون عيد ميلادك لابانك البنك والبنك هنا كلمة مؤنف اي يكون نقط لوميزي الوبيتال لما خدنا حرف الجر وقلنا لما يجي بعد حرف الجر مكانين كذا وكذا يبقى اكيد حرف الجر انتر بين 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 كذا وكذا مامير اي امي تكون هنا بوصف امي وامي مؤنف بانتر اخيرها او افوكا مذكر كوافر مذكر كل اتنين مذكر بانتر تمشي مذكر وتمشي مؤنف لان اخيرها او تمام لوميزي ادروات المتحف يكون على يمين على يمين لازم يجي بعدها حرف الجر د اللي هو د ا الد ا بتتغير على حسب الكلمة اللي جاية بعديها وكلمة كلب مذكر ولا مؤنس ولا اقولها في ويال ولا جمع ولا هي جمع ولا اقولها في ويال يبقى عندك اما دو اما دولا بالتالي هنختار دو لان كلمة كلب مذكر بالتالي دو كلب نقط موا ده فعل امر شتوا شتوا عندك ايه انا عندك اكيد هقوله انتظرني عندك ده فربي انتظر بس متصرف مع مين هنا بيتكلمه بالت يبقى اكيد الفعل هكون متصرف مع ت وهيكون اللي فيه اس وطبعا هنا الاس مش محزوفة اتتوا شتوا انتظرني عندك او انتظرني في بيتك جاوب على هذا الايميل في جملتين كاملتين وانت ما بتقلفش الاجابات بتجي من الاسئلة بالزبط بتكتب هنا ماذا يعمل اباك تانبير هتنزل مانبير ابي واجيب بعدها فربي اتر اللي هو اي اس تي ابي يكون واي وظيفة مذكر افوكا مدسان بروفيسور بيلات اي وظيفة انت حافظها بس بشار تكون مذكر وقم عامل نقطة ودي جملة كاملة كده خدت الدرجة ونص بتاعتها ما هي طبيعة عمله طيب قبل ما تجاوب الاجابة الاولى كنت مفروض نقرأ السؤالين مع بعض عشان تختار المهنة او الوظيفة اللي هتقدر تشرح طبيعة عمله طبيعة عمله ايه هقوم ايه ال سواني لملد لو كنت قلت انه هو طبيب بيبقى بيعالج المرضى لو قلت انه هو بروفيسور هيبقى بيشرح الدروس لو قلت انه هو كذا بيعمل كذا ودي نقطة مهمة واخنا اخدناها اصلا في الشرح الوظائف والاكتيفيتية مهنة او طبيعة شغل بتاعت كل وظيفة بعد كده بيديك موضوعين المفروض انك تختار واحد فيهم وتكتب فيه خمس جمل باستخدام الكلمات اللي هم يدهي لك فالنقطة الاولى اوصف مدينتك اوصف مدينتك لصاحبك الفرنسي واستخدم فرب سوتروفي تقع او توجد بل جميلة ايليا يوجد طيب اقول اول جملة بمنطقة البساطة جابيت اللي يجي اباسترف ابيت انا اسكن اوكير في القاهرة نقطة اديد جملة اوكير ستروف اون ايجيبت القاهرة تقع في مصر او او نور دول ايجيبت في شمال مصر اقول مثلا اوكير اتون بل فيل بل فيل مدينة جميلة نقطة اوكير في القاهرة ايليا يوجد دي ميزي دي سينما دي دي بارك اقول كلمة اللي انت عندك كلها عايز تقول ايليا با لا يوجد اوكير ايليا با دي مير مثلا لا يوجد بحر في القاهرة لا يوجد بحر تمام كده عملت جملة مظبوطة جدا كفيتو ماذا تفعله بندون الويك اند اثناء الويك اند لومتان لوميدي لسوار اسم الويك اند بتاعتك هتقول مثلا الويك اند ايل وفندردي الويك اند هو يوم الجمعة نقطة لومتان جو في او كلاب بور جو في او فوتبول للصبح بروح نيادة عشانالعب كورة لوميدي جو فيزيت ميزامي ازور اصدقائي بلاش اصدقائي جو فيزيت مي جران بارون ازور اه اجدادي لسوار جو في اه او سينيما افك ميز امي بروح لسينيما مع اصحابي او اه جو في او استاد بروح الاستاد علشان اتفرج على ماتش اليكزاندري الاسكندرية لوفان دو جوية 22 يوليو ده مهم جدا وطبعا لما تشوف اسم مدينة يبقى ده اسم المدينة دي ده لتر ده جواب او خطاب وده المدينة اللي بتكتب فيها الخطاب وده التاريخ اللي بتكتب فيه الخطاب ودي حاجات مهمة وسعا بيتسئل فيها شير كارولين عزيزاتي كارولين ده دي الشخصية اللي ما بعوط لها الجواب اللي بيكتب الجواب بيكون ماضي في الاخر وهي ايزابيل طب تعرفها من دي طانامي صديقتك يبقى ايزابيل هي صديقة كارولين وبكتبالها جواب من اسكندرية في تاريخ كاذا كل دي معلومات مهمة يا شباب جام بوكوة الكزاندري بحب اسكندرية جدا سيتون بالفيل انها مدينة جميلة توريستيك وسياحية لطان التقس اي سبرب رائع والناس سامبال لطاف سوريون وبشوشين وبتسمين ودي حقيقة فعلا شاك متن كل صباح كل يوم الصبح نذهب الى البحر لكي نسبح او نعوم بعد الظهر بعد الظهر هنزور المتحف الروماني الى بيبليوتك دالكزاندري ومكتب اسكندرية في المساء هنروح السينما الى المقهى او الكافي او مانج او رستوران وهنا وبناكل في الرستوران في المطعم سوف نذهب الى حديقة الملاهي او مدينة الملاهي وهنا نتفرج على مباراة كرة قدم او ماتش بس ما ليش كرة قدم هنتفرج على مباراة في التلفزيون او بيانتو الى اللقاء تون امي صديقتك ايزابل ايزابل بيزيت الى الكزاندري ايزابل بتزور اسكندرية اون ايفير اون اتي اون اطن نعرفها منين دي ها مين هيقول لي انا عرفها من التاريخ اللي هي كتبها هي كتبة 22 يوليو ويوليو دا شهر سبعة يعني في عز الصيف اون اتي لابري ميدي بعد الدور ايزابل بيزيت الى تياتر رومان مسرح الروماني ايه اللي تقل من الاتنين دول تياتر او تياتر ايزابل اه 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 هتروح تتفرج على المباراة او ستاد او تليفزيون او سينما طبعا قالت ام ماتش او تليفزيون ست لتر اتكرت هذا القطاب يكون مكتوب نقط لجوية ايه المفروض النقط هنا بعد ل يوم كام جوية مكتوب يوم 22 22 هنا نبقى هنا عايز يعرف انت عارف الارقام ولا لا زي ما قلت قبل كده الارقام تبقى معروفة بالشفر زي ما هي كده ومعروفة باللتر زي ما انت شايف هكده العنوان هنا ثلاثة زملاء عبر الانترنت كل واحد هيقدم ناس والاول بيقول جو مابل شانج انا اسمي شانج جي كنزان عندي خمستو شرسانا جو سوي خمستو شنا انا سيني جادور фотографيه مم بيجي باعش اصوار باللدي باللدي اللي يجي لأشين السين سي – او ناسي سيط او ناسي النا هتكون في أسيا learned in country keeping I amir I speak Åmeer it's French and Arab Egypt is a beautiful honest land liegt on North in North africa my city my city is pal I live in a small village ساكن في قرية صغيرة أبلي نزلت حسين كيدي البلب بتاعت المواقع اللي كاتب اللي امتحان جادور فوتوغرافية أنا بعشاء تصوير التالت بونجور اسمي هو فاليري جسو فرانسيز أنا فرنسا الفرنس بلد جميل لكي تلتقط صورا جميل هؤلاء الشباب لديهم نفس الجنسية طبعا الإجابة فو يكونوا أولاد وبنات عندك شنج دا ولد والولد بتاعنا اسمه أمير والبنت التانية اسمها فاليري دي بنوتا فرانسيز طبعا هم أولاد وبنات ودي إجابة صحيحة أمير بيت دونزان بتي فيلاج أمير بيسكن في قرية صغيرة هو قال في قرية صغيرة دونزان بتي فيلاج تمام ودي إجابة صحيحة التلاتة بيحبوا التصوير الأخيرة بتعمل تصوير كويس والولد دا بيحب يصور والولد دا بيعشاء يصور هم التلاتة بيحبوا التصوير ودي إجابة صحيحة بالنسبة للمواقف أنت تسأل زميلك من أين هو يأتي هو هيقول لكي تقول أنا جاي من جو فيان دو پارك داتراكسيون دي الإجابة الصحيحة أنت بتسأل صاحبك عن الشيء الذي هو يحبه أو بارك داتراكسيون بارك داتراكسيون قلنا نفيه ألعاب محددة هو هيقول وهنا بنت سألته عن الحاجة اللي بيحبها مش اللي بيكراها تتكلم عن مشروعاتك غدا مشروعاتك بكرة يعني حاجات هتتتعمل بكرة يعني في المستقبل أنت هتقول طبعا دي الإجابة المزبوط بتسأل صاحبك اللي هو بيعمله في الصيف هو هيقول سكي اللي هو تزلق على الجليد طبعا دي الرياضة شتوية عشان بتتعمل على الجليد ماذا تفعل في الصيف ده لو أنت اللي هتسأل لكن هو هنا يقول لك أنت تسأل هو يقول أنت بتسأله هو هيرد يقول الإجابة الأخيرة دي زميلك يستعلم أو يستفهم خبالك هنا لا مش يستعلم مش يستفهم هنا التانفورم يعني يخبرك أنت لو بدل التانفورم هنا كان هو اللي بيستعلم أو بيستفهم أو بيسأل لكن التانفورم يخبرك كالي الموضل ناتوري لدي تست أي عناصر الطبيعة اللي هو بيكرهها هو هيقول طالما هو قالك بيكره يبقى لازم يقولك أنا بكره أو أنا لا أحب أنا لا أحب على الإطلاق لفولكون البراكين عشان تتكلم عن الطقس اليادي نياج يوجد سحب اليادي مونتان يوجد جبال اليادي فوتير يوجد سيارات طالما تقص يبقى أحد عناصر التقص اللي هو السحب بتسأل سائح عن بلده هو هيقول أنا بتكلم ثلاث لغات أو أنا بحب بلدي طبعا الإجابة أنا ما سألتوش أنت بتحبي بلدك ولا لا أقول له بلدك إيه يبقى هو يقول لي بلده كذا بالنسبة للجرامير الربيع وهي كلمة مذاكر كلمة سيزون كلمة فمنا طبعا مهمة جدا سواء يجي لك قدامها لا أو يون أو كل اللي فيها تنين قال نقط هنا بسأل على التم وتم وغداله زي ما أنت شايف كده يعني كلمة مذاكر بالتالي هجيب لها كل اللي بقل واحدة خدنا ديف وصف الجو مهم جدا يقوم ما قلنا إل في بيجي بعضها صفات أو إليا بيجي بعضها أسماء هنا دوسولاي الشمس الشمس اسم يبقى أنا محتاج هنا إليا دوسولاي يوجد شمس ما قدرش أقول دي ولا قدر أقول دي المتحف مكان عام ومذكر مكان عام ومذكر بالتالي هياخد دو أليس هنا محتاج تصريف فعل مع أنا هنا الأول صحيح مديني أبيت وفا وفين هيفرق معي حرف الجر المستخدم أمام كلمة باري أليس تعيش في باري لو قلت أبيت يبقى أبيت آ باري لازم هنا آ يعيش في لو قلت تذهب وطبعا التصريف مش مناسب بس حتى لو مناسب أقول يبقى يذهب إلى باري بالتالي مقدمش خيار إلا يأتي من زي اللي قبليها دي وهنا باريس عشان مدينة الدي بتبقى د لا تتغير كلمة العصافير جمع هنجب لها فعلا متصرف مع إلا في كاس وهيكون شانت والعصافير تغرد مان پير وياج أبي يسافر الصين الصين دولة مؤنث وأخيرها أ عتاخد حرف الجر أن كل الدول المؤنث أو أغلب الدول عموما بيكون مؤنث تاخد أن سالو هنزلها زي ما هي كال سيزان بريفيرتو؟ أبل ما تقوم بقرأ السؤالين ما الفصل اللي زي تفضل؟ ولماذا؟ هقوم قيل ببساطة أفضل أي واحد من الأربع فصول ونقطة ونقطة الثانية لأن أو ممكن تقول لكي أسبح لكي أسافر لكي أتزلق على الجليد لأن بحب الزهور بحب البحر أي أن كانت الإجابة في المصدر أو جملة الموضوع الأول ماذا تفعل في الفصول الأربعة؟ ممكن ببساطة جدا تقول الأربع فصول تحت بعض كده تمام؟ وبعد كل واحد فيه مفصلة مع كل واحد جملة مفيدة بشكل عام بحب زر بالحب لكي أفضل في الصباح ب folklore ريسته للميزون. بروح السينما او بعد في البيت او جو رجارده لتليفزيون. انا اتي في الصيف جي في الامير او جي في الابسين. تمام? بارل دوتون بي تكلم عن بلدك ودي لسه متكلمين عنها في الوسيقى بتاعت نفس الامتحان. اللي هو كان الولد اللي اللي اسمه امير ده كان بيتكلم عن بلده. بلدي من بي سيل ايجيبت من بي اسي تويه اون افريك. تقع في افريقيا. القاهرة هي العاصمة. اه اون ايجيبت. انا بارل اراب في مصر بنتكلم عربي. اه جيم بكو مون بي بحب جدا بلدي. تمام? اه اون ايجيبت الياب بكو ديمونيمو في مصر يوجد بكو ديمونيمو اثارون كثيرة. وبالنسبة للتقصية تقول الجوي جميل طول السنة. الامتحان التالت والوثيقة الاولى بعنوان لكاتخ سيزون الفصول الاربعة. اون او طن في الخريف. اليا ديو فان يوجد رياح. لا في طمب الاوراق وتتساقط. اه الفي موفي والقو سيء. اوني اا لا ميزون. نكون في البيت او في المنزل بنقعد في البيت. مي باران غو غارد لا تليه. ابائي يشاهدون التليفزيون. مي فراري اخواتي الولاد اي مو وانا. اون جو او جو فيديو. بنلعب بالفيديو جيم. كل ده بيحصل اون او طن. ننقل بقى على اون ايفير في الشتاء. الفي فروه. اليا دي نياج. لسيالي غري. القو برد ويوجد سحب. والسماء رمضية او ملبدة بالغيوم. البلو. القو بيمطر. الانيج تومب. والقليد وتساقط. اون في اون بنعمل اون بنعمل اللي هو الرجل الرجل القليد او رجل الثلج ده. اللي بيكون معبارة عن تلقم تكون فوق بعض ويعملوا راقل كده ويحطوا له غزراء زي من اخير يعني. او في الربيع. السماء وزرقاء. القو جميل. الاشجار وخضراء. اون في نلعب بنمارس ركوب العقل في الغابة. اون اتي في الصيف. الفي شو. اليا دي سولي. قو حر ويوجد شمس. اون فا الابيسين. بنروح البيسين. الفي تومب. الاوراق وتتساقط. الفي تومب. اون اطن. اون اطن. ما تعتمدش على تفكيرك انت وزاكيرتك انت. اركز ان المعلومات لازم تيجي من التكست. البلو. الانيج تومب. القو يمطر والجليد يتساقط. اكيد اون ايفير. هنا البلو. الانيج تومب. اون ايفير. اليا دي سولي. يوجد شمس. الفي شو. الفي شو. الفي شو. الفي شو. اليا دي سولي. لازار برسان فير. الاشجار تكون خضراء اكيد. او برانتون. ونرجع برضو نتاكد. او برانتون. لازار برسان فير. تمام. جمي برسان. اقدم نفسي. ابيع نفسي. مونو اي علي. لقبي يكون علي. من برانو اي مونة. واسمي يكون مونة. نبقى هي بنت البرانو الاسم الشخص بتاعها اسمها مونة. الناو اللقب او اسم الاب هو علي. باسمها مونة عالي. نركز في النقطة دي. جي 15 او عندي 15. جي في لسي بروح مدرسة سانوية ان بيس في الاوتو بيس. جي ام بكو لسيانس. بحب جدا لسيانس. العلوم جي سويت اتري مدسان. بحب اه اتمنى اكون او اتمنى اكون طبيب. جي او او اتمنى اكون. جي او اتمنى اکكون طبيبا. جي او اتمنى او اخت صغى او اخين وو والدين. عدا اخت صغى و اخت او اخين و هي او كدار با عيل مان تنو والدين. مان فرار vont الان واحد الى الان يتمنى بروح مجمعت القاهرة مان سورا مان پر ايض اقصه ابي مصور للترافل بمانسورة. بيشتغل في لمانسورة مان مر اتون Profeسر. ام اتكون اكون profسر دو او فرانسي. مدرسة nuance. يجب أن أذهب إلى المنزل لتنسي مع صديقاتي. أخت مونة تكون كبيرة. هي قالت أختي صغيرة. وبالتالي ستكون الإجابة هنا فو. لا مثل مونة لديها أو عندها مهنة. طبعا لأنها فرنسي. يبقى دي إجابة صحيحة. مونة تقصرampa الأيام من الوعد. questo يأتي تركيا Uhricher. يوجد في أمستقر مونة. أتكون الوعدل أب林 computer. والذي assessment اجتلكформةresp TT مونة ت ticks إلى المنزل. وتتض SpaceX في المنزل. ثم يستخدم في المنزل في المنزل. مواد تريد سكتلك خروع غير مرة أصف مالسيسي. إستطرقتكم من الكبيرة أن تيقول عن السابق المaser. الأ Thanه ما غير تطرق مالسي. ثم إن كان المنزل على المسيلي. فين السؤال بتاع اللغة ما اللغة التي أنت تتحدثها هنا كم عدد اللغات اللي أنت بتتحدثها هنا بيسأل عن عدد اللغات تمام؟ هنا بيسأله عن سالانج لغته السؤال بالكلام عنه لغة واحدة وهو ده السؤال المناسب لها من أين تأتي ده مشتبعنا تسأل صديقك أين نذهب في الأجازة هو هيقول أكيد الأجازة مش هنروح مدرسة بقض الأجازة مع أصدقائي الأجازة هنروح ريف مثلا دي طبعا الإجابة الصحيحة بتسأل صاحبك ماذا نفعله في البحر هو هيقول في البحر هنمرس السباحة مش هينفعنا ساكن بعيد عن البحر ولا بلعب عقل بتسأل صاحبك عن مشروعاته انت هتقول خبالك انت بتسأل انت هتقول السؤال عن ماذا سوف تفعل كالسان تي بروجيك أو فوتير ما مشروعاتك فيه المستقبل تدوماندا يا نامي بوركوا انت بتسأل صاحبك لماذا تفا على بيبليوتك ليه بتروح للمكتبة هنا خبالنا ان المكتبة دي بتاعت القراءة والاستعارة وليس الشراء هو هيقول سيتون بيبليوتك مالهاش علاقة بور لير دي ليفر لكي أقرأ كتب دي الإجابة الصحيحة مش عشان ألعب رياضة بتوصف حي انت هتقول هذا هو حي بحب حي لازم يكون في صفة هي دي صفة أو حية يوجد به كذا مسلا نديني أي دليلة ان انا بوصف بتتكلم عن التقص في الشتاء انت تقول ما مالهاش حال تاني الجو برد أو أي حاجة أخرى يعني تشير إلى وصف الجو في الشتاء السماء تكون كلمة السماء إذا ما انت شايف كده بغضا ل ل يعني مذكر أدور لها على لون مذكر ما عنديش غير بل هي دي لأن دي فيها مؤنف ودي فيها استجامة عايز أقول في الصيف يوجد كذا ثلاث فصول اللي أولهم حارف بياخدو حارف الغر أون او نتي او نيذير او نوتان الوحيد اللي بياخد أو هو برنتان نوزلون بيسين بيسين مكان مؤنف هياخد على بيسين توابيت أنت تسكن من أنت تسكن ولا ما أنت تسكن ولا أين أنت تسكن دي الإجابة الصحيحة طبعا أو أو توابيت ومؤنف وأخيرها او تاخد او ولسه مكرر السمتحان اللي فات بيير ايه بيير يكون بيير اسمه ولد عايز له صفة مذكر دي فيها اس ودي فيها او تبقى مؤنف ما عنديش غير فرانسي هي الوحيدة اللي مذكر أنا ايه أعمل سرف هنا عندي فعل في المصدر لازم يجي قبلي فعل متصرف وهنا ما فيش ده يبقى لازم يجي قبلي فعل علي علي مع جو في جو في فار سوف ألعب سرف ركوب الأموك ريبو أسات إيميل أقب على هذا الإيميل سالي هنزل سالي تشاو هنزل تشاو في الآخر كال سيزن تايم ما الفصل اللي تحب بيكلام عن الفصل واحد كيسك تايم فار أسات سيزن وماذا تحبو أن تفعل في هذا الفصل اختار الفصل اللي انت عايزو هتقول لي جام لأو نقطة الجملة الثانية هتقول أنا أحبه وأي فعلة في المصدر والحاجات دي موجودة كتير وقلناها كتير عن فصلك المفضل وأنشطتك خلال هذا الفصل احنا لو حد بيفكر هيطلع يجيب المغنوضة بالنص من الوافقة بتاعة الدرس اللي احنا قرناها في الأول اللي كان فيها تقدم للأربع فصول وكل فصل بنعمل فيه هو هنا يمكن محجمك شوية في فصل الصيف والجو جميل ويوجد شمس هقول جاملتي بحب الصيف أنا تاي الفيبو في الصيف الجو جميل الياه دي سولي ويوجد شمس جميلة بالفتبول أنا وإخواتي أنا وإخواتي هنلعب بالعجل وأختي هتلعب رياضة أو أي جمل أخرى إضافية تقدر تدفع بكده يا شباب بأخذنا لمحة سريعة على منهج الترم الأول تانية ثانوي وحلنا ثلاث امتحانات استنونا في الفيديو اللي جاء ان شاء الله هنحل أربع امتحانات تانيين ما تنسناش في لايك وشير ويعزم زمايلك عندنا علشان يرجعوا المنهج وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته